السلام عليكم ورحمة الله بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر الكبرى رجعت كريش تجر أديال الهزيمة والخزي والعار وفقدت كريش مكانتها العظيمة بين القبائل وبزغت قوة المسلمين الحقيقية ومثلوا تهديد دائم على القوافل التجارية المتجهة من مكة إلى الشام والعكس فماذا تفعل كريش؟ كان لابد من الثأر فتجهزوا بالعدة والرجال وجمعوا ثلاثة آلاف مقاتل واصطحبوا بعض النساء معهم ليشدوا من أزرهم وحتى لا يفروا من أرض المعرقة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ألف مقاتل متجها إلى جبل أحد وفي الطريق إلى أحد انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش قائلا ما ندري على ما نقتل أنفسنا وقد ترك الرسول رأينا وأطاع صبياننا ولك أن تتخيل مدى تأثير ذلك على معنويات جيش المسلمين وأهم الطائفتان من جيش المسلمين بالرجوع وهما بنوا حارثة من الأوس وبنوا سلمة من الخزرج ولكن الله عصمهم وثبتهم فلم ينصرفوا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله عليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون أذكر أيها الرسول ما كان من أمر بني سلمة من الخزرج وبني حارثة من الأوس إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا حين حدثتهم أنفسهم بالرجوع مع زعيمهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول وكان ذلك حين انخذل بثلث الجيش فأضمروا على الرجوع وحدثتهم أنفسهم بالرجوع خوفا من القتل ولازم نفهم كويس معنى كلمة همت همت من الهم وهو حديث النفس والخواطر التي تطرأ على النفس وإحنا كلنا بنتعرض لحديث النفس والخواطر لكن الخوف الحقيقي أن تلك الخواطر تتحول إلى إرادة وعزم وتصميم أما تفشل فهو من الفشل الذي يصيب الإنسان بالجبن والخوف من لقاء العدو والخور والضعف ولكن الله عصمهم وحفظهم وأنزل السكينة في قلوبهم فصاروا متوكلين على الله وده بالتأكيد من رحمة الله ولطفه وإحسانه إليهم والله وليهما والولاية المقصودة هنا هي ولاية خاصة بالمؤمنين ولاية تبكي المؤمنين من شدة الفرح ولاية فيها لطف الله وتوفيقه ونصره وحفظه وعصمتهم عما فيه مضرتهم ولا شك أن ولاية الله للمؤمنين نعمة عظيمة تستحك الشكر قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور قال الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه فينا نزلت وما يجول بها من خواطر فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى الله فليتوكل المؤمنون أجل وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون ولكن ما هو الفرق بين التوكل والتواكل معنى التوكل على الله هو تفويض الأمر لله والثقة بما قدر مع الأخذ بالأسباب والجد والاجتهاد أما التواكل فهو تفويض الأمر لله دون الأخذ بالأسباب والعمل والاجتهاد فهل نحن من المتوكلين على الله أم من المتواكلين وهل نحن ممن يتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب أم ممن يتوكل على الأسباب دون الله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله عليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون أم من المتوكلين على الأسباب وعلى الله فليتوكل المتوكلين على الأسباب